تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حبوده الله برقية تهنئة من سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رفع سموه في البرقية إلى سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء اسم آيات التهاني والتبركات بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين في تنظيم وإقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2022 والذي أصبح حدثا مهما حظي بمتابعة وعجاب الجميع في مختلف أنحاء العالم وأشهد سمو نائب رئيس مجلس الوزراء بالجهد الكبير الذي يوليه صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء لكافة مراحل الإعداد والتنظيم لإقامة السباقات للخروج بهذا المظهر المشرف الذي هو مبعث اعتزاز وفخر للجميع ليصبح إنجازا جديدا ونجاحا كبيرا يضاف إلى إنجازات مملكة البحرين التي تواصل المملكة تحقيقها بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه متمنيا لصاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء دوام التوفيق والسداد لتحقيق نهضة وتقدم ونماء بلدنا الغالي شكرا